إلى المغرب حيث تعمل وزارة النقل على دراسة الموقف الحكومي بشأن منح الترخيص لتطبيقات النقل على الهواتف الذكية ورغم غياب نص قانوني ينظم المجال يشتغل عدد كبير من الشباب المغربي في هذه التطبيقات التي تشهد اقبالا متزايدا قبل عام قرر مروان أن يعمل كسائق بأحد تطبيقات النقل على الهواتف الذكية منهيا بذلك ثلاث سنوات من البطالة لكنه لا يخفي قلقه الدائم من توقيفه وحجز سيارته من قبل الشرطة فتطبيقات النقل الذكي غير مرخص لها بالعمل في المغرب أنا كنت خدام في المطار مع جائحة كورونا وحبسات الخدمة وبقيت عاطل على الأمل وقال سيف الدار كنت كذبون ومن بعد جاتني الفكرة دي لأنني لماذا ندير الشيء عن طنوبيل وندير ونولف هذه الطبيقة ونخدم وعجبني الحال تطبيقة غير قانونية أنا في البغرب وإن شاء الله سنت سنوى ويكون شيء قانون رغم غياب الترخيص يخوض عدد المتزايد من الشباب في المغرب مغامرة العمل بتطبيقات النقل الذكية في المقابل يعارض سائق سيارات الأجر التقليدية هذه الخدمة ويرون فيها تهديدا لمصدر عيشهما نقاش الترخيص لتطبيقات النقل وصل إلى قبة البرلمان وسط معارضة نقابات سيارات الأجر فيما تؤكد الحكومة أن منح الترخيص لا يمكن أن يتم إلا وفق شروط معينة ولن كنا عرفوا هذا المجال دي النقل هو مجال يعني لا بد يتوفر فيه واحد من العناصر الأساسية اللي هي الشفافية والمنافسة فالوزارة النقل بيصدد إطلاق واحدة الدراسة باش تدرس هذه الجوانب كلها وفي أفقها غادي تحدد يعني الإطار تأثير وتنظيم هذه الأنماط الجديدة للنقل وتستخدم تطبيقات النقل الذكي حاليا في الحوادر الكبرى بينما لا تزال المواصلات العامة هي الوسيلة الأكثر انتشارا واستعمالا تطبيقات النقل على الهواتف الذكية وفرت فرص العمل لعشرات الشباب وكذلك شكلت مصدر دخل إضافية لآخرين لتحسين معيشهما ويرهن هؤلاء على تحرك حكومي لمنح ترخيص قانوني لهذه التطبيقات مما سيجعل ظروف العمل أكثر أمانا وتنظيما عفف بشيخي المشهد الرباط